في ميكانيكا التربة إذن أبدأ معك مباشرة أتكركم على هذه الاستضافة وعيد سعيد لكل الأمهات الجزائريات شكرا زينا هذه المناسبة ذكرتنا بها كنا سيناها عيد سعيد لكل الأمهات الجزائريات إذن أكثر من 700 بلدية محددة بفيضانات الأودية الصامتة خلينا نعرف أولاً وش هي الأودية الصامتة الأودية الصامتة هي الأودية اللي ريبرتورية يعني معروفة على الصعيد الوطني أن الكارتوغرافي تعليد جيولوجي اللي رهي تسلم منها المياه إلى آخره ولكن أصبحت صامدة بما أنها أصبحت سيلاً فيها نقص لأن مشكلة الجفاف للأمطار وكذلك مشكلة النفايات لتضع وتسربات التربع إلى آخره جميل سيدة شعبان وأنت مشرفة أميرة شعبان أنت مشرفة على مشروع وطني لمعالجة عصارة النفايات وحتى النفايات بشكل عام نحن الآن مش خايفين فقط من الفيضانات وهذا أمر مخيف ولكن خايفين أن هذه الفيضانات تكون محملة بهذه النفايات وتغزو الشواطئ وتغزو أماكن فيها السكن وفيها العمران هل في خطورة من هذا القبيل؟ أكيد كما قالت الأستاذة أنه كيكون كين تراكم النفايات على مستوى الأودية أكيد راح يسبب يعني إن حفاظ يعني ما عناش سرايا المياه بشكل عادي يعني هذا كتراكم راح يكون محمل بالنفايات نكتاكم هنا مع مشكلة أيضاً ولا؟ نفايات هذيك راح تكون مع المياه هذيك هو راح نصبو لمية متراكمة من النفايات راح تكون عنها انلقاها باغتور يعني تلقاها في شوارع تلقاها في الأحياء تلقاها وباغتور لأن هذيك المياه مصحوبا بكمية كبيرة من النفايات مني نجات هذ النفايات هذ نفايات كان وجود تحة أو سبب تحة رمي العشوائي يعني يرمي في الوديان يرمي في الأنهار في أي مجرى ما يلقاه مما رح يكون عنا توقف لأنه أنت تراكم تراكم مكمية كبيرة من نفايات رح يسبب لك مشكل أنه الماء اللي ما يمشيش بصيفة عادية وهذا الشي رح يخليه يكون سبب من أسباب حدود الفيضانات سخته مع فصل الصيف انسداد المجالي انسداد المجالي ربما نتحدث نبقى في نفس السياق دائما وكذلك المياه الجوفية تسبب لها خطر المياه الجوفية ستنسيك وهي ستنسيك يعني كيفاش تتغذى كيفاش تتغذى تمنين الأمطار إلى آخر وتلك النفايات تسبب لها كل ما يعني ديز المانكي سون نوسيف وحتى المياه الجوفية لو كنستغلها ممكن تكون أضرر للمستهلك اليوم نشوف مثلا كان عدة مشاريع بالنسبة للمناطق الظل وينونا في دي فوراج باش نحول المياه إلى تلك المناطق باش تكون تمويل المياه الصالحة للشرب فإذا كانت هاتلك المياه يعني ملوثة كيف يعني نسغلها إذن تكلفنا أموال باهظة وعندها خطر وعندها خطر وتكلف باش نعطيش المستهلك وهي موسخة سيدة حسينة وأنت خبيرة في البناء هي تحدث عن هندسة الجزائر في البناء سواء في الأحياء أو في المنزل أو في الشوارع أو الطرقات حتى المصانع هل عندنا هندسة ومحيط هندسي يسمحنا ربما به التقليل من خطر التلوث على البيئة على الأودياء بالخصوص هنا يجب أن يكون هذه البيئة التحتية التي يمكن أن تتقلص من هذه المشكلة تحتوي على التلوث عندنا مثلا بالنسبة للويدين نريد أن نجد لزوائد لا سينيسمان نقود تلك الويدين إلى آخره عندنا مثلا بالنسبة للمياه الأمطار تكون عندنا تحبط من المنزل حتى تذهب إلى الوسم حتى نستغلها لكي نستغلها للرأي أو الاستهلاك إلى آخره إذن يعني تكون هناك استراتيجية ويكون كل الشركاء كانت البناء السكنات أو بناء الطرقات أو بناء المشاريع المختصة بالإدراليك وكذلك اليوم كذلك البيئة التي تشرف على مثلا التطهير وكذلك الاستغلال والحماية أميرة أنت ربما مشرفة على مشروع وطني لمعالجة عصارة النفايات الأستاذة تحدثت عن خطر هذه العصارة سواء على البيئة على المستهلك على المحيط الحيواني والتنوع الغابي هل هذا المشروع الوطني ربما من شأنه أن يقلل من ضرار هذه العصارة التي أصبحنا نشوفها في كل الأماكن نحن مقبلين على فصل الصيف نحن نعرف ماذا يحدث في فصل الصيف في الأودية وماذا يحدث للناس اللي سكنين هناك حشرات روائح كريهة ومظاهر بشع حقيقة هل هذا المشروع ربما قد يقلل من هذه المخاطر؟ هي المشروع التي تلقيتها في وزارة البيئة قبل أن نهضر على المشروع نحن نهضر على تلوث نحن لدينا نوعين من تلوث طبيعي من المياه هذه يكون بصفة عادية يعني ارتفاع في درجة الحموضة يعني سكون أبلو بي أش ولا ارتفاع تلوون يعني تغير اللون المياه عندنا وسيد تلوث الكيميائي هذا تلوث الكيميائي اللي نقدر نهضره هنا على عصارة النفايات بما أنه عصارة النفايات تركيبتها كيميائية وفيها يعني عدة الكاركتيريزاتيات تحق المطر فيها ديكمبوزي يعني فريمان توكسيك مثلا كالمواد كيميائية خطيرة مواد سلباء يعني تنتج من النفايات هذا بما يسمى تلوث الكيميائي باش ما يكونش عنا مشكل أنه يصارنا تصادم بين المياه العادية يعني المياه الجوفية وهذا صارت أنه فيت نحن قمنا يعني وزارة البيئة قامت عن طريق وكالة الوطنية النفايات كما أشرنا سابقا بإطلاق مشروع 33 محطة عبر 33 ولاية يعني كي نقول 33 محطة عبر 33 ولاية يعني كل ولاية رح تستفاد من هذا المشروع في قام مراكز الراتم التقنيتها يعني وين كان المشكل بتاعه صارت النفايات رح يتم معالجته شي يعني أنه عندي محطة وحدة في مركز الراتم التقني كان الناس يقول لك درتوها غير في منطقة بلك وحدة نعم نحن هذا مشروع في منطقة صح مركز الراتم التقني ما رح نعالجو به كامل مراكز يعني وين كاينة تكون متوصلة يعني أو منبع للإكسيفيا رح يتم نقلها ومعالجتها لتمها ولهذا يفتح مشاكل التلوث في ألويد أكيد لأنه أول حاجة نخاف منها أنه يكون عندنا كما قلت ديجا تتصادم بين المياه العادية أو المياه الجوفية أو تسرّب الإكسيفيا إلى هذا الباطل لأنه كما قلت الأستاذة مقبلة هذا كل سيكل تاع الجرايين تاع المياه في الويدين ولا في ليناب ولا تحت يعني تحت الألب رح يكون وكان يكون عنده يعني اغتيلات مع الإكسيفيا رح يتسبب لي كاريتا كبرى يعني بالنسبة للأراضي الفلاحية ولا بالنسبة للحيوانات ولا حتى بالنسبة للإنسان يكون كاين يعني يدخل مع مياه عدبة جميل طيب سيدة حسينة وأنتي خبيرة في البناء وحتى في ميكانيكا الترب احنا نشوفوا الويدين في أوروبا في فرنسا ألمانيا إسبانيا يعني محج للسياح التقاط الصور الجميلة وروائح زكية ما شاء الله هنا عندنا العكس تماما أوساخ فيضانات حتى الأوديا أصبحت تقتل عندنا مش فقط تشوها المظهر إنما حتى فيه وفيات مكبلي النفايات نعم أصبحت مكبلي النفايات والأمراض وغيره من المشاكل فيه قوانين جزائية تحرم وتمنع البناء حول الضفاف الوديان ولكن مع ذلك ما زالنا نشوفوا بنايات فوضوية وحتى بنايات نظامية وش هو المشكل بالتحديد؟ المشكل هو الفانسي ما كانش يبني الإنسان يروح يبني فيه في الودي يعطي له ان لوتيس من فيابيليزي ايبين كونسيو يعطيه له يبني فيه يروح يبني فيه احنا مشكل مثلا باك تتكلم على أوروبا هما عندهم الأمطار غزيرة وعندهم المياه يعني احنا مشكل عنا الجفاف هذا يا ما يجب أن ننساوه خاصة هذه السنة ربما عندنا مشكل الجفاف عندنا مثلا إذا خذينا لغاسيو الاستهلاك في 1962 كان ب1500 متر مكعب في 9720 متر مكعب في 98630 مكعب اليوم راهو الحق إلى أقل من 500 متر مكعب يعني الاستهلاك الماء يعني هذا ناتج من كثافة السكان كثافة السكان هي اللي خلات الناس تبني ما كانش الفرنسيو وين تبني ولكن الأراضي شاسعة في الجزائر رغم ذلك ما كانش دي بروغرام لو كان كان دي بروغرام دي بلوكمان ونفو ديو بلاتو ونفو في المناطق ما بين الشمال والجنوب الناس يكونوا مشاريع ومشاريع مشاريع غبينة يجب تعطيله مصنع يجب تعطيله مدرسة يجب تعطيله مستوصف يجب تعطيله لو كان كين هاد المشاريع الناس ما طرح تبني في الجزء في الواد التاع بنمسوس ولا في الواد التاع وديالي راهي موجودة كما احنا الفالدي دغاد كاش ناري نوضي يقلع قاعد مشكلة والواد جامعين ينساش تريقوا ما ينساش تريقوا نوضي هنا يلو كان ناس صابت مع مشاريع وعليش كما قلت لهم احبش يسكن في حدراواج مبنش حدرا في مسيلا مبنش حدرا في بوسعادة في المناطق يعني والناس روح تتعيش فيها وتسكن فيها هنا مشكلة واسمه كما نسمى تهيئة تهيئة محيط سكني تهيئة المنطقة الجزائري يعني الكل طيب كسؤال باختصار ربما واد الحراش ربما أصبح مشكلة كثيرة يؤلق الجزائريين وأصبحنا حقيقة نتجنب المرور بجنبه لأنه فيه روائح لا تستطيع أن لوحدا يشمها وش هو المشكلة بالتحديد في واد الحراش؟ أحيانا يتسجم أحيانا يعود ترجع الريحة وش هو المشكل بالتحديد؟ المشكلة تعود الحراش هي المصانع الموجودة حول الواد يعني بالنسبة للإستهلاك المصانع في جزائري يعني موش كبير 3% 3% 65% يروح للإرغيقات 35% يروح للإستهلاك ولكن المشكلة في البودا المصنع يكون عنده محطة تطهير المياه قبل ما نصبها في وهذا ما لا يحبث أكيد أميرة نشوفه مصانع كثيرة ترمي فضلاتها في الوديان وفي البحر طيب هل برنامجكم الوطني المخصص لمعالجة عصارة وعصارة النفايات يكفل ربما معالجة النفايات السامة والصناعية التي تطرح بشكل كبير؟ هي المشروع يعني يخص بصفة كبيرة عصارة النفايات يعني بشكل كبير لأنه كما قلت أنت دكت صغتوا مع موسم الصف الروائح يعني شكوية المواطنين نحن المشروع يخص بصفة كبيرة وصارت اللفايات أما بالنسبة يعني المشكلة لتع المصانع أولا كما قالت الأستاذ لازم يكون كاين في كل مصنع تكون كاينة وحدة هذه الوحدة مخصصة لمعالجة المياه يعني قبل ما يرميها في الواد ولا في البحر ولا لازم تكون معالجة كيف معالجة يدير لها تدقيق تقدي ويعني معالجة كيميائية لأنه أنت ترميها بلا ما تعرف وش فيها كمادة سابمة رح تأثر رح تأثر على الماء ولا لا الكائنات يعني الحياة المائية يعني تصر أنها انكنتاميناسيون فعل عيوانات يعني الأسماكة وهذا اللي بخوبلام اللي رح نشوفه هاد اليامات دوك ماذا بينا يكون عندهم كل مؤسسة تكون عنده وحدة صغتوا اللي يعني المؤسسة الصيدالانية ولا اللي تخدم بمواد كيميائية خاطيرة ما تعرفش مادة خطورتها هزم تقوم بمواعالجتها أولا وبركوابا تعاود تستعملها يعني إذا كان فيها فيدا نعاود نريسيكلها كما احنا فلوكا تعاود لتخاتم دوكسيويا c'est vrai كونتخات دوكسيويا مي هادة كل ما اللي عاودون نريكوبرح رح نعاودون نويتوليزيوه دوك أنا او نفو دو سيوت ولي عاود يستعمل ما جديد يعني الموعدات تاعوه يعاوز يستعمل هادة كل ما اللي حنا عاود نس يعني يعني مام يعني سمحوليك نعاود نرميه في الويد يانويرا رح نرميه بالطاقة يعني نراه مقيم ما نخافش يكون عندي مشكل ولا هدا هو الوبجيكتف تعلو بروجيت تعلستيسيويا طيب ونستغل فرصة تواجدك معنا وحطينا أكثر حول هذا المشروع وين واصل باختصال هو المشروع يعني كان ضامي يعني للأسف مع الظروف اللي مراينا بيها تعل كوفيد يعني كان مجال جوي مغلوقتو احنا كأول مرحلة كانت عندنا مرحلة يعني تأسيس وكي ما كونا هترنازل مع الأستاذة يعني يعني دزيتود لندار وكامل لأنه مشروع ما ينحطش هكذا كبرك سلون دزيتود إكسبرينس لندار دوك الحمد لله يعني المشروع راهو في مرحلة يعني تسعين بالمئة دوك نغمال من شاء الله أباكتر دو مو بروشان وما كومنسي لاميزون سيرفيس تا هاد المحطات يعني نحن بدأوا بتشغيلها راح نديروا تكوينات وتربوسات متعلقة بالطاقم اللي راح يقوم بتشغيل هاد المحطة أكيد راح يكون في عنا خبارة راح يديرو لنا تكوينات لمدة عشر تيام لهذا الخبارة الأجانب أكيد فعلى مستوى ثلاثة وثلاثين ولاية يعني كل مرة حنتنقلوا الولاية باش نديروا تربوسات للمختلف فئات اللي راح تقوم بتشغيل هاد المحطات وإن شاء الله يكون عنا هكذا ديكاد إن شاء الله بروشانما هما اللي راح تقوم بتشغيل هاد المحطات جميل جدا أتمنى لكم كل التوفيق شعبان أميرة مهندسة الدولة مكلفة بالمشروع الوطني معاجد عسالة النفاقات بالوكال الوطنية النفاقات شكرا جزيلا كذلك أشكر السيدة حسينة حماش خبيرة في البناء ومختصة في ميكانيك نحفزو الناس يعني اللي ديروا اللي ديروا الجماعيات كما مثلا نشفنا في بلاد القبائل وفيلاد وفيلاد يعطوه جائزة وفيلاد القبائل حفزو هذه الأمور في الدور المجتمع المدني شكرا جزيلا لكم لذيق الوقت مضطر لأن أختم هذا النقاش هنتقل وإياكم إلى أشأن تربوي لم يكن